هي كل حكاية 90 دقيقة لازم اطلع افضل حاجة عندي وانت تقدر بس احنا عندنا احنا لعيبتنا بخيلة على نفسها بقالها مطشين ثلاث في سن تكسل في الضغط والروح انت عندك مش معندكش لكن انت فعلا بخيل على نفسك على بلدك ومنتخبك جماعة انا بتكلم كده لحب البلد ولعيبتنا فعلا كل الدعم المنتخبنا الوطني والدعم الكودفور انت محتاج تلعب بروح مع الفنيات الحلوة اللي عندك مع اللعيبة اللي موجودة للمحترفين زي محمد صلاح لازم نساعد محمد صلاح محمد صلاح بشارع بلوحده كله ساعد بعض بالزبط كله مهوتي مورك ليه يا فاروق كله بساعد بعض دفاع وهجوم وعندك فرصة لازم اخلص محمد انا ارجوك يا مصطفى انت ما تنزلش النص الملعب تستلم انت كنت راجل فرود وعارف يا فاروق خطورة المهاجم داخل الصندوق عشان تاخد الكروس اوفر من محمد صلاح من مرموش اي حد مكمل من مدراف مصطفى محمد ان شاء الله هيهدف في المطش ده اتمنى لا انا عندي احساس كبير جدا بس يبقى جوه الصندوق يبقى جوه الصندوق مع هو هيبقى جوه الصندوق انا متأكد لكن انا متأكد يا فاروق ان منتخبنا الوطني هيعمل مباراك ويسا جدا والروح هتكون حاجة جديدة لنا قول لي كابتل ان اضعه في خطوط الكوديفول من وجهة نظرك ده مفيش ضعف ولا خط ادفاعه ولا ادفاعه ولا هجوم منتخب قوي جدا يا فاروق من اول اخر لا 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 منتخب قوي جدا يا جماعة ده انت احنا بص حظنا عالي قوي على الكوديفول احنا اخر الكابتل ده ايام ما كان كولو توريو ويهي توريو وده رجبا وتيهي وبابايو ده احنا رحنا عمر زاكي ده عمر زاكي نزل تويتاية خاصة اه طبعا اللي جانا جاهز وحط صورته هو وكولو توريو والراجل رد عليه قال له يعني ما فعش انك تقلل مني مهما انت كنت تكسير لا هو وعند كانت صالحه يعني في الاخر لو عندكو تويتاية دي ايه مدعبة بس اه كانت مدعبة وعمر بحب يهزره كده لا ده عمر مؤتنا بجده اه طبعا هو بيهزر عايز اقول لك اخر بالتالي كان وقت ما كان منتخب كوديفور منتخب كوي قوي لكن كنا بنخترج دفعاتهم بالسهولة وحنا كمان في 98 كان منتخب اقوى واقوى حين لعبنا وبراء مارسون يعني عارف 120 دقيقة ولعبنا ضربات جزاء انا كنت في جون تيهي وبيو كان موجود وبقيت المجموعة وكاميرا كل اللعبة اللي كانت موجودة كانت لعبت الى اول محترفين كانوا قابلينا وكانوا محترفين من زمن فترة كانوا محترفين في فرنسا ومنشق جلات بخ وفي انجلترا كانت منتخب قوي جدا اخر تقريبا نتيجة احنا كسبناها قدام الكودوفور كتربعة واحد عمر زكي هدفين وحمد فتحي وابطريكة صحيح وعبدالقدر كيتا تقريبا جاب جول الكودوفور دي كانت اخر نتيجة احنا كعبنا علي عليهم لكن 22 لقاء 10 اكسبت كابتن 6 اتعدلت 6 اخسرت يعني احنا بنعرف نتعامل معهم فان شاء الله بإذن الله زي ما انت قلت نقطة مهمة جدا اول الحلقة الروح رقم واحد اي حاجة بعد كده هتيجي لكن طول ما انت عندك الروح هتطلع كل حاجة كويسة وبعدين يا جماعة لازم تحط اسم مصر ده قدامك انسى نفسك وانسى رجلك شوية احنا لما كان بيبقى فيه بنقب بين في النشيد الوطني وبنتحية العالم دي ونشيد الوطني دي اللقطة يا كابتن ده الواحد يعني كان جسمه بأشعر يعني طبعا التويتان الاولانية عمر زكي هو بيرقص على فكرة كله توريه وبعد كده لما توريه نزله وتويتاه خاصة بيه وقال له لا يعني انا ما بقللش منك طبعا او انا مهما كنت قدامه نفسين وتغلبت انهم ما قللتش فعمر زكي بس عمر مين اللي كتاب له الانجلش ما شو الله عليك يا عمور ماشي لا 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 عمر برضه كلمدين حلوين الانجلش توريه طبعا كان العيب طبعا العيب كبير يعني ما فيه الشك يعني العيب كبير ودي كانت مدعبة وعمر نجمك جي فعلا يعني اشتكر وحك